موسيقى رجعنا لحضراتكم مرة تانية هنتكلم في فقرتنا دي عن موضوع عمالة الاطفال في ناس بتقول ان الاطفال مش مهم ان هم يشتغلوا او طفولتهم لازم يعيشوها ما يشتغلوش علشان يقدروا ان هم يلعبوا يحسوا بوقت الطفولة بتاعهم وما يكبروش عن سنهم في ناس تانية بتقول ان الطفل لازم يشتغل عشان الشغل ده بيعلمه ان هو يشيل مسئولية يعلمه ان هو يحس او يقدر بقيمة اي حاجة في الحياة فاحنا محتاجين نعرف الطفل لازم يشتغل ولا مش لازم يشتغل وعمالة الاطفال دي هتقضي على طفولة الاطفال الصغيرين ولا هتساعدهم في تنمية شخصيتهم معنا دلوقتي عبر ميسنجر دكتور ايمان عبدالله استشاري الصحة النفسية سبع الخير يا دكتور وكل سنة وحضرتك طيبة يا أعلن والسلام بحضرتك وبأستاذ المشاهدين وحضرتك طيبة بخير وسعادة يا رب السبع الخير يا دكتورة دايما منورنا بصباح مية يا أعلن والسلام يا أستاذ مايكل ازاي حضرتك كل سنة وانت طيبة دكتور خلينا نتكلم في الاول عن موضوع عمالة الاطفال يعني ايه مصطلح عمالة الطفل وده شيء مضر ولا مفيد للطفل أولا بشكركم جدا على الموضوع المهم طبعا دايما احنا بنقول حتى طفل طفل احنا بيبقى محتاج رعاية محتاج اهتمام محتاج نمو نفسي نمو جسدي نمو اجتماعي ولكن لما بنقول مصطلح عمالة الاطفال انت هنا حضرتك بنحط عبء كبير على الطفل في سن غير مؤهل ليه اطلاقا لجسديا ولا نفسيا انه يعمل لو الطفل ده عاوزينه يعتمل على نفسه زي ما حاليك ذكرتي في المقدمة ويبقى اعتمادي ويبقى مسئول بقى اشياء اخرى مسئول عن دراسته مسئول عن اكله مسئول عن نظفته الشخصية مسئول عن تدريباته الرياضية لكن مش مسئول بقى انه هو مصدر مادي للأسرة او هو يتحمل اعباء مادية للأسرة اللي ده مش دوره هو دوره دور التكوين النفسي والجسدي الى ان يصل فوق الـ 18 سنة قبل كده احنا بنعتبر من انواع الانتهاكات النفسية والجسدية والاجتماعية للطفل وده طبعا احنا معظمنا بنشوف انه عملة الاطفال دائما بتبقى في الاسر الفقيرة ليه هنلاقي اب مهاجر الاسرة فيه حالات طلاء فبيصبح هنا الطفل مهيل لأسرته بدل ما هو يتربى في جو فيه انتماء وفيه نوع من انواع السلامة النفسية ومصدر الامان هو هنا بيبقى بيته الاول هو الشارع اللي هو العمل اقصد خروجه للشارع بشكل غير سوي يعني طبعا تختلف من نوع العمل ومن الوقت اللي بيشتغل فيه حاجات كثيرة جدا بتضر بالطفل بسلامته النفسية والجسدية حقيقية بسبب العمل دكتورة فيه ناس ستبقى سمعان دلوقتي من اولاء الامور ممكن تقول احنا الولاد بيشتغل في سن صغير علشان خاطر ممكن يلعب مثلا في الشارع يضيع وقت يعمل اي حاجة طبعا ورا هذا السؤال ده بيكون ما بين الاقواص ان طبعا الهدف الاول وفي الاخير انه هو يكون فيه مصدر دخل البيت يعني الولاد يشتغل وشين مسئولية دون ادراك ان الولاد هيحصلوا ايه بعد كده ايه رأيك يا دكتورة حقيقي هو طبعا معظمهم ما بيبقاش عندهم الادراك الكامل لما يمتصوا الطفل من ثقافة الشارع وبياخد سلوك الشارع لان الانسان ابن بيته لما بيتربى في بيت سوي بيت منظم في الدراسة في الاكل في التغذية في انشطته اليومية وهنا احنا بنقبله الموضوع رأسا على عقل هو بيبقى دلوقتي ثقافته ثقافة الشارع بياخد سلوك الشارع معنى ان ياخد سلوك الشارع وستاذ مايكل هنا اصبح هو بقى من اطفال الشوارع مع الاسف يعني اطفال الشوارع يعني اذا هو طفل نزل عدد ساعات معينة في الشارع ومش نزل يلعب هو نزل مجبر من صاحب العمل انه يشتغل ويشتغل ايه يعني هيسمع ملزة وطوب بقى يعني ما فيهش ملزة وطوب أصلا يعني هو يسمع كلمات هيتنمر على هذا الطفل ممكن هذا الطفل يشتغل في حاجات الاهل كمان ما يعرفوهاش نفسها انه الطفل اكبر يعني شخصية او اكتر شخصية ممكن يتأثر عليها تأثير كبير جدا بالتخويف احنا هنخوفك فبالتالي ممكن يشتغل هذا الطفل في تجارة المخدرات في ترويج بعض الاشياء في انه هذا العقل الصغير من هو صغير لان دي ارض خصبة لهم فياخدوه فهو الاهل مش عارفين حاجة هو بيجي لهم بفلوس فبالتالي ممكن الولد يتنقل من عمل لاخر دون وعي الاسرة وبعدين احنا بنقول ان اطفالنا كلنا عاوزينهم يبقوا اعتمديين ويستثمروا الاجازة ويستثمروا حياتهم ويدخلوا مصدر دخلي للأسرة لكن الطفل ما هوش مكلف بانه يدخل دخل مدي للأسرة اطلاقا طب تعالي نتكلم بواقعية لو الأسرة فعلا محتاجة لو الأسرة فعلا محتاجة بيبقى ليها برضو بعض القوانين الأسرية بيبقى حد معروف جدا ممكن يعمل معه الطفل لبعض الوقت القليل جدا مش ان انا اهينه في حاجة فيها اهانة لكاف في ايده زي ما احنا بنشوف في بعض الفيديوهات او ان هو يتعرض لحاجات كتيرة فيها مساوئ صحية فبالتالي هنا بيأثر على اقتصاديات الدولة كلها لان انا كحد رجل اعمال او عندنا اكثر من مصنع او اكثر من شركة هستخدم الطفل لانه هياخد اي اجر مش هيجيب حد ادي او ادي حضرتك او حد ادي يعني عنده عشرين تلاتين سنة لا مش هينفع احنا هناخد الطفل ده فبالتالي هنا هو قضى على المسلس بتاع العمل يعني كمان القاعدة بتاعتي العمل هتبقى اطفال اذا ما فيش خبرات يعني الخبرة هنا هتروح فين هو طفل ما كانش بيكتسب خبرة هو طفل كان بيوهان كان بيتقلل من قدراته فبالتالي هي شيء ليس في محله اذا العمل ليس في محل سن الطفل ولا يسمح له ابدا يعني ده انتهاك لهقوق طب يا دكتور حضرتك ذكرتي ان الطفل ماينفعش ان هو يشتغل لحد ما يوصل لسن 18 سنة طب حتى لما يوصل لسن 18 سنة والمفروض ان هو هيبدأ ان هو يشتغل او يبدأ شغل مع الدراسة ايه المواصفات اللي يقدر المواصفات في الشغل طبعا اللي يقدر ان هو يبدأ بيها شغل يعني يشتغل ايه في الاول يعني هو ممكن طبعا هو في دراس يعني في جامعة فبالتالي في سن الجامعة فيه وقت شوية عن السنوية العامة وفيه ندج الى حد ما فبالتالي بيختار عمل يقدر يتواصل فيه مع العامل الاكاديمي بتاعه يعني ما يشتغلش مثلا 12 ساعة او 8-9 ساعات متواصل وتقولي لي المفروض ان هو يروح الجامعة الصبح مستحيل لان اللي قادوا بيجوا يأكلوا يشربوا يناموا يمرسوا وانشطة ويخرجوا مع اصحابهم احنا مش عايزين جو الحرمان يعني اه انت ممكن تستثمر وقتك في ان ان انت تدخل عامل مدي علشان تقدر تكمل دراسك وليكن ان هو من اسرة فعلا محتاجة في السنة انه ينزل ويتكفل بمصاريفه مش عيد ولكن المشكلة انه لازم يختار عمل الى حد ما يكون مديله مساحة من الوقت ما يأثرش على روتينه وعلى حياته اليومية لازم يبقى شروط تساعده في حياته كمان اللي هو الدراسية الدراسية والاجتماعية والاخلاقية يعني مش عشان الجانب المادية ابقى انا عارف ان في خطورة في ترويج لبعض الاشياء الغير لائقة في مخالفة للقوانين في هذا المكان ابقى خايف على نفسي اولا واخيرا علشان اقدر امارس حياتي بشكل كويس دكتورة لو اسألت حضرتك عن في بعض الناس اللي بتشغل اولادهم مش لغرض المادة غرض فكرة انه بالبلد كده يتعلم صنع وفي بعض الاماكن اللي انا بشوف فيها ومن وجهة نظري ده بيعتبر جرم ان الاطفال بتشتغل شغلنات خطر يعني بشوف بعض ساعات اطفال شغالة في المحاجر بتاعت الطوب بلاقي ولد صغير شغال في عندي حد ميكانيكي وطبعا في حوادث كتيرة جدا ان في اطفال بتموت وللأسف ده بيبقى على مرمى ومسمع الاهل وكمان بشوف ان الموضوع مع لهوش شوية رقابة تعليك يا دكتور اولا انا ضد الفكرة دي الا في حالات معينة يعني طبعا انا زي ما حالات ذكرت فيه اطفال بتموت فيه اطفال بتستهلك الى ان تموت كلينيكيا خالص وبعد كده يعني تموت في سن معين بعد ما بتتضمر وبعد ما كل اللي جابه ده بيصرفه على المرض وعلى العلاج طبعا احنا بنقول الطفل هو كائن ضغيف بنيانه الجسماني لا يؤهل لهذا العمل فالأسرة اللي بتعتمد على انه يبقى معاه صنعة مش ابنه يبقى معاه صنعة بس تحت ايد مين تمام والصنعة دي لازم انا اخترها له او يكون مثلا للأب صاحب صنعة معينة هياخد ابنه ساعة في اليوم ده تحت رقابة الأب نفسه مثلا مش تحت رقابة صاحب العمل اللي هو عاوز اكبر عدد ساعات ممكنة عايز انتاج كبير جدا عايز وفرة مادية مش مشكلة عمر الطفل مش مشكلة حياته مش مشكلة اي حاجة في الطفل يروح مطرح مايروح لكن دايما الأب يبقى خايف على أولاده واحنا كنا بنشوف في الجيل السابق ان معظم الأباء يودوا أولادهم في الصيف ان هم ينزل يعمل مع بابا شغل بابا ياخدوا مشاوير خاصة بالعمل علشان يعلمه مش علشان يهلكوا ويستهلكوا فلازم يبقى المواضيع دي تحت القانون حماية من الأسرة نفسها قبل ما يبقى قانون حماية دولية طب يا دكتور عاوزين نتكلم بالتفصيل عن الخطورة على المجتمع بسبب عمالة الأطفال يعني الطفل هيتأثر عليه ازاي لو اشتغل في سنه صغير هيأثر كمان على أسرته ازاي وفي الآخر على مجتمعه أولا يعني خلينا بأنه الجانب اللي بيتأثر جدا هو الجانب النفسي الجانب الجسدي الجانب المجتمعي النفسي إذن هنا احنا لعبنا في النمو النفسي بتاعه فبقى أصبح مهزوز نفسيا عنده بعض أنواع الاضطرابات ومنها الاكتئاب وده اللي الناس بتعرفوش إنه ممكن يبقى طفل عنده 8 سنين أو 10 سنين عنده اكتئاب يتحول عزا النوع لما يكبر شوي يبقى في المراقل إلى شخص سايكوباتي يعني معادي لمجتمعه وبيبص للمجتمع نظرة عقائية جدا ينشي خرط فيها لأنه هو إحنا يعني انتهت في صغره فبالتالي عايز يرد هذا النوع من الانتهاك للآخر هتلاقيه مهو ماشي عنده الفكرة العدواني والانتهاكي لحقوق الآخرين لأنه حقه انتهت وهو صغير الحاجة التانية انه هيبص نفسه نظرة فيها مقارنة انه هو ما يكملش تعليمه على فكرة معظمهم لا يستكمل تعليمه معظمهم في تسريب من المدرسة معظمهم سوق تخزية روه واضح جدا بيبقى على الأطفال مجتمع في تفكك لأن الأسرة أساسا أسرة مفككة اللي بتخرج الطفل في هذا السن انه يعمل هي أسرة مفككة فبالتالي بيبقى نظرته للمجتمع مجتمع مفككة وهو يبقى حامل عداء زي ما قلت الحاجة الأخرى برضو يعني المشكلة أنه في المجتمع بيخرج لنا قنابل موقوطة بسبب عمالة الأطفال لأن احنا عملنا زعائع يعني عارفنا جزء فيهم انتهاكات جنسية ممكن يكون اتحرش في هذا الطفل اغتصب اشتغل في البغاء معظم الأطفال كانوا بيعملوا لما بيجي بيعمل أبحاث ودراسات عنهم بيلاقي أن الأطفال معظم هنستغلوا في البغاء دون علم يعني هو ده وظيفة لهم الآخر أنهم يعني في قوانين حرمت كمان الاتجار بالأطفال يعني الأطفال بقوا تجارة سلعة تباع وتشترى وتنتهك وانتهك بسه يبقوا أطفال ويبيعوا أعضاءهم الحاجات دي كلها وبيتعرض لها دون وعي منهم فبالتالي احنا هنا بنخرق قعدة كبيرة جدا والأعداد كبير جدا الأطفال دي لما يكبر هكو شباب يشيلوا المجتمع أصبح هم طلعين يعني في حالة من الإجناد والانتهاء الشديد فبالتالي عندنا شباب يقوموا بالعمل المنوض به ده كترة مهندسين معلمين إعلاميين كل ده هتلاقيه مفيش منين ما هو لا يمكن واحد يبقى نزل عمل عمل يشم كله ويشتغل النجار ويشتغل في البناء وحاجات كتيرة جدا مضرة لصدر الطفل وحنا بنشوف طفل أحيانا بيموت في مكان العمل فإذا احنا هنا القادة بيموت بقى ضعيف دكتورة وحنا في الأيام دي في الحوار الوطني وبتكلم عن هنا مؤسسات الدولة وتكاتف قوى الشعب من القوى السياسية والأطياف المختلفة من النقابات والعمال والشباب وكل القوى السياسية تتجمع حول منقشة أمور اقتصادية وسياسية وأيضا اجتماعية وأنا بتكلم عن الحديث عن هذه الظاهرة اللي بتعتبر نقوس خطر بيدق في مصر في الوقت الحالي رأيك إياه دكتورة أنا بشكرك يا أستاذ موكل لأن أنا كنت بالفعل كمان مشاركة فيه توصيات للحوار الوطني الأسبوع السابق يعني قبل العيب بباشرة وكنا بنتكلم عن موضوع العنف الأسري فأنا حطيت جزئية عمالة الأطفال ضمن العنف الأسري لأنه ده عنف الأسري يعني إيه يعني أنا بعمله نوع من أنواع الإهمال أنا أهملت في الطفل في كل جوانب حياته فبالتالي نكون إحنا بنتكلم عن العنف فإحنا بنخرج إحنا بنعامل الطفل بعنف فبالتالي بنخرج عنف ضد المجتمع يعني فالأسرة هي أساس كل شيء بنقول إنه الدولة بتناقش فعلاً قضاء مهمة جداً ولما تهتم الدولة بالأسرة هي هنا اهتمت بجوانب المجتمع كله لأن الأسرة هي اللي بتخرج إما أطفال أسوياء أو أفراد أسوياء أو أفراد غير أسوياء بتبدأ بملف المرأة وختن المرأة وزواج القاصرات وعمالة الأطفال وانتهاء أقوك الأطفال وكل العدوان اللي ضد الطفل والمرأة بيصدر دلوقتي والدولة متصدية لبعض القضايا الحاسمة اللي ممكن تبقى مصدر تهديد للأسرة وللمجتمع فإحنا بنتكلم فقضية أمن وطني أو أمن قومي بالفعل عملة الأقصر بتشكل عامل خطير جداً ضد الأسرة وضد المجتمع إلا تعالج من خلال طبعاً الحجور الوطني وبرامج حضراتكم التي تعرض مهمة جداً فالمشكورة جداً على البسئة دي إنه فعلاً بتطرح بشكل جيد وبينتظروا مننا توصيات كمتخصصين فأنا يعني حدستي في هذا الموضوع إنه تجرم هذه الموضوعات تجريم بالقانون بغض النظر عن إنه لازم فيه جزء إرشادي وتأهيلي يعني فيه أسرة زي ما حالك ذكرت ممكن ما تكونش عارفة المخاطر النفسية والمخاطر الجسدية لهذا الطفل أو ممكن يروح فين يروح في أنهي جماعة يسفروه يعملوا فين يعملوه فإحنا من خلال الوعي الأول ننشر الوعي ثم نعمل قوانين حاسمة ضد الإنترنتين عجبني جداً جملة لرئيس السيسي لما بيقول لما تكون الأسرة هي مش مصدر الأمان والحمال أفضلها دورنا إحناين المفانة بيزء الأسرة هي اللي بتخرم كيف ليعب وهي الأسرة اللي بتعمل زواب قصيرات بتعمل لأم أو المرأة المعيلة أو طبعاً زي ما شوفنا الجاري منها كل دي الفضائق تصدرت لها الدولة بالفعل وابتدت تلت بشكل حاسم لها ولكن أنا دايماً قبل ما أقول الدور الحاسم أقول لازم الدور التوعوي مهم جداً صحيح يا دكتور لازم كل أسرة تخلي بالها من أطفالها وكل أسرة يعني تستثمر في أطفالها تحط كل استثمرهم في أطفالها علشان لما يجبروا يكونوا ناس بتأثر في مجتمعها بشكل إيجابي مش سلبي ما يكونش جواهم أي أي كره من مجتمعهم أو أي أو أي شيء سلبي لمجتمعهم فإحنا بنشكر حضراتك دكتور إيمان عبدالله استشاري الصحة النفسية بنشكر حضراتك يا فندم على المعلومات القيمة دي وبشكر كمان حضراتكم على متابعة حلقتنا وبشكرك يا مايكل شكراً شكرك يا مارينا بنشكر حضراتكم يا رب تكونوا استفدتوا النهاردة الكلمة في موضوعهم جداً وهي يعني الأطفال اللي بتعمل في سدن صغير وهذه الظهيرة الظهيرة خطر جداً كده خلصت حلقاتنا النهاردة استنونا بكرة قبل المعدة بساعتين صباح الخير عليكو وصباح بيكو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة